ايها السيدات ايها السادة لماذا ينزع الناس نحو التصنيف؟ لماذا ينزع البشر نحو تصنيف البشر؟ ما الذي يحملني على أن أصنف الآخر؟ التصنيف موقف من الآخر كل تصنيف موقف من الآخر ماذا يعني التصنيف؟ أي أن أجعل هذه الأمة من صنف ما وتلك الأمة من صنف أخرى وهذا الإنسان من صنف وذاك من صنف أي أطلق عليه صفة الصنف هو توصيف توصيف إطار أنه صنف وكأنني أعطيه صفة ما هوية دائمة هذا هو التصنيف والتصنيف أنواع ودرجة العنصرية يا سادة تصنيف قومي بمعنى أن هناك صفة ألسقها بقومية من القوميات وأتخذ منها موقفاً معادياً أو أجعلها أي هذه الجماعات التي أصنفها أقل شأناً منها فالمركزية الأوروبية مثلاً هي شكل من أشكال تصنيف الآخر ماذا تعني المركزية الأوروبية؟ تعني أن الأوروبي متفوق على جميع البشر أي أن العرق الأبيض الآلي متفوق على جميع البشر وبالتالي يرى هذا صاحب المركزية الأوروبية في قومياته المتكونة هذه البيضاء أعلى شأناً من تلك القوميات الأخرى هذا هو التعصب القومي العنصرية قد تظهر بأشكال مختلفة في جنوب أفريقيا في روديسيا الأبيض عاش حياة متكبرة ومتجبرة على الأفريقي الأسمى فإذن هذا نوع من التصنيف القومي خطير بالمناسبة يقال أو يحكى أن هناك حديث ما أن البشر قد خلقوا عشرة عشر فالكرم خلق عشرة أعشار تسعة أعشار في أهل السودان وعشر في باقي الأمر أي أن نصنف العرب صنفت أصحاب البشر السوداء لأنهم أكرمنا وخلق البخل عشرة أعشار تسعة أعشار في أهل فارس وعشر في باقي الأمر أي أن أهل فارس بخلاء وخلق الحسد عشرة أعشار تسعة أعشار في العرب وعشر في باقي الأمر هذا نوع من التصنيف غريب طبعا ليس بالضرورة أن يكون التصنيف صحيحا لكن أي تصنيف قومي سلبي محفوف بالخطأ جدا لا أستطيع أن أصنف العرق الأصفر تصنيفا ما؟ أو العرق الأسمر أو العرق الأبيض إنو هذو التصنيفات بالمناسبة من خلدون صنف البشر بناء على لون البشرة وبناء على الموقع الجغرافي ومنتشق أيضا صنف البشر وأعطاهم صفات ما؟ يعني مثلهم قلدون بقول الشعب الأسمر أو الأسود أو الشعوب السوداء الأفارقة الذين يعيشون في المنطقة الحارة يتميزون بالكسل وإلى آخرين من فيما الذين يعيشون في الأماكن الباردة يتميزون بالصلابة والقوة وأفضل الأقوام ومن الذين يعيشون في المناطق المتوسطة ونحن أفضل الأقوام نسعة عنصرية فالعنصرية التصنيف العنصري تصنيف لا أخذ التنزل وخاصة إذا يعني توازى التصنيف العنصري مع الإقلال من شأن هذه القومية أو تلك الصيونية عنصرية تصنف البشر على أنها أدنى من اليوم هناك نمط آخر من التصنيف خطير جداً الأيديولوجي الإسلامي يصنف المختلف معه على أنه كافر وملحد وجاهد ووووى إلى آخرين وبالتالي أعطاه علامة الصدر في التصنيف هذا تصنيف لا يؤمن بالحق الإختلاف لا يؤمن بالحق الإختلاف إن لم تكن مثلي فأنت أدنى مني إن لم يكن خطابك خطابي فأنت أدنى مني مع أنه قد يكون هذا الذي يعتقد أنه لذاك أدنى منه يكون هذا الذي هو من وجهة نظره أدنى هو أكثر وعياً ومعرفة من صاحب التهم صاحب الاتهام كل أيديولوجيا هي تصنيف أيديولوجيا الإسلامية تصنف الأيديولوجيا المسيحية تصنف الأيديولوجيا اليهودية تصنف الأيديولوجيا الشيوعية تصنف كل أيديولوجيا القومية تصنف كل أيديولوجيات هي أيديولوجيا تصنيف النهاية والناس مولعون بهذا التصنيف لا ندري لماذا المهم هناك التصنيف من أن على عالم القيم من قيمه ليس بقيمه فهو أدنى مني يقول لك أخلاق الغرب أخلاق إن قوسين التسيب وأخلاق حيات فوضوية الجنسية لآخرين وبالتالي لا نريد أن نكون على غرارهم نحن لا نريد أن نكون على غرار أحد الحياة تمشي وتسير والغرب يصنفك على أنك متخلف الذي جرى في أوكراينا كان الأوروبي قال الأوروبي إن اللاجئ هذا لديه نفس البشرة وعيناه مثل أعيني فإذن وهو بالتالي مختلف هذا لاجئ مختلف عن تلك اللاجئ الذي جاء بالباخرة ومتراهل الثياب وجوعان تصنيف ولكن أخطر أنواع التصنيفات هي التصنيفات والقد طرحت في محاضرة سابقة عن ما هي تلك اللاجئة هل يبقى الإنسان هو هو أم يتغير أم أنني لكي أنال منه أخذ لحظة من لحظات حياتي وأصنفه على أسف شخص أخطأ بحقي آخر طيب هو أخطأ في هذه اللحظة بحقي آخر لماذا أحول هذا الخاطئ إلى كائن مصنف انطلاقا من أنه في بحظة من اللحظات في حياته قد كان على علاقة مع رئيس ومجل ومالآخر هذه اللحظة من وانه انتهى إنه الآن مع الثورة لماذا ألغيت صفة انتمائه إلى الثورة وأبقيت على صفة ماضية أنه كان على علاقة مع رئيس الكائن لا يمكن أن يصنف تصنيفا جامعا مانعا لا يمكن لماذا؟ لأنه كائن متحول متغير هل هناك معايير للتصنيف الآن بالمناسبة؟ كل معيار للتصنيف هو معيار آني الآن الآن أنا أصنف الكائن الآن إذا رأيت شخصا ينتمي إلى الشر إلى الدكتاتورية أنا أستطيع الآن أصنفه بكل ثقة أنه شخص لا أخلاق الآن هو شخص لا أخلاق لكن شخص كان رئيس وزراء وأصبح معارضاً وانشق النظام أين هي صفته الآن؟ الصفة رأيت أحدهم يتصور مع الشر يأخذ صورة مع الشر كان بالنسبة لي هو صورته حسنة الآن هو التصور مع الشر وبصورة حميمة مع الشر إذن هو شري لم يعد هو ذاته ذاك الذي كان لم يعد ذاته التي كان لذلك التصنيفات وفق المعايير التي أريدها أنا وأنا أحمد كل كائن لديه معايير يصنف الناس انطلاقاً من معاييره لكنه ينسى أن معاييره هذه قد لا تكون هي المعايير الصالحة للتصنيف الآن قد تكون صالحة تصنيفاً قديم من أين ينشأ التصنيف السلبي للناس وما هم بسلبيين بمعنى لا ينتمون إلى السلبي من أين ينشأ أنا أصنف بدافع الحسد فأعطي علامة الصفر للمصنف أنه كذا وكذا وكذا وسبب أنني عاسبة كنت بحاجته وطلبت منه الحاجة لم يلبي حاجتي لأسباب كثيرة كان جيداً فأصبح صنفته سيدي تصنيفنا جاء انطلاقاً من أن حاجتي لم تتحقق فأنا إذا المصلحتي لم تتحقق ولأن مصلحتي لم تتحقق فأني صنفته تصنيفاً تلبية أعطيته أعيان خذ تصنيف المدين للقرو هناك وعي مديني بالقروي أن القروي أدنى شائناً من المدين هذا شكل من أشكال التصنيف هو بالتصنيف العائلي شخص كان ينتمي إلى عائلة بسيطة ثم أصبح شخصاً مهما الوعي العام يقول هل نسي هذا الشخص هو من؟ لماذا؟ لأنه أعطاه التصنيف العائلة البسيطة الثابعة وكأن هذه الصفة المهوية لا تزول إذا ما انتقل إلى حالة أعلى وكل التصنيفات تنطوي بالأساس على شيء ذاتي وشيء موضوع الأسوأ أنواع التصنيفات هي التصنيفات التي تنطوي على موقف ذاتي من الآخر أنا لا أحب البرقاوي فأصنفه على نحو مأور أنا لا أحب حسين فأصنفه على مأور أنا لا أحب كذا أصنفه التصنيف الموضوعي أي أن أطلق الصفة بناءً على حالة موضوعية هو التصنيف الذي ينطلق الآن من الحالة الراهنة إذا مات الشخص وهو مصنف في حالة راهنة على نحو ما فهذه ما هي خلاص أصبحت جزء لا يتجزى منه لذلك أساس الأخلاقي للتصنيف يجب أن يكون موضوعيا وليس ذاتيا فلا التصنيف القومي ولا التصنيف الاجتماعي ولا التصنيف الطبقي ولا التصنيف العائلي ولا التصنيف الفردي له معنى دون أن يكون واقعي هلأ في ثقافات شعوب في أخلاق للشعوب نعم قد تكون هناك شعوب تحب الحياة يعني كل الناس يعرفوا أن مثلا الشعب المصري شعب يستقوي على حياته بالنكتة فهو خفيف دم هذه الصفة صنفت أنه خفيف يعتقد البدو أنهم أكرم من أهل القرى هم صنفوا أنفسهم أكرم وصنفوا أهل القرى هل هذا موضوعي؟ كان موضوعيا يعني كأننا نقول بجملة كلية جميع أهل القرى بخلاء فلان قرأ وإذن خلاء فلان بخير وهذا لا يمكن أن يصار هذا الشيء فكيف نتحرر من هذا الوعي الذاتي الناتج عن الحسد والكره؟ خذوا الكره إن الكره أداة سيئة للتصنيف إذا لم يكن الكره سببه موقفا وجوديا موضوعيا يعني أنا أكره ذاك القاتل هذا قاتل أكرهه أصنفه بوصلي قاتل لأنه قاتل هذا حكم موضوعي لكن إذا كاره شخص عسدا منه أو غيرة منه هذا كره زائف كره عمي يؤدي إلى تصنيف زائف وتصنيف عمي والحقيقة التي نلاحظها الآن في وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة على الفيسبوك أن آلاف التصنيفات تقرأها في هذه الجماعة أو تلك لهذا الشخص أو ذلك تكونون في حلقة واحدة من حلقات الكفاع تختلفون فيبدأ التصنيف التصنيف حكم قيمة في النهاية التصنيف حكم قيمة لأنك تعطي قيمة للمصنف هذا خائن هذا انتهازي هذا وصولي هذا كذا هذا كذا وقد لا يكون هو لا هذا ولا ذا لكن الوعي الذاتي به كاره حملك على عملية التصنيف فحذاري من التصنيف وخاصة أولئك الذين يصنفون المختلف معه من لا يؤمن بالاختلاف يصنف المختلف معه بأقضع الأوصار وهو شخص لا أخلاف من لا يؤمن بالاختلاف شخص لا أخلاف وبالمناسبة إن هناك علاقة بين الذكاء العاطفي والأخلاف هذا الذي يهاجم المختلف بأقضع العبارات فقط لأنه اختلف معه هو شخص لا أخلاق خالي من الذكاء العاطفي احذروا التصنيف أيها السيدة أيها